الأخ الرئيس أنا أستغرب تقديم الأخ النابع بحميد دشتي طلب الغياب بعذر وهو يدعي المرض وهو شخص هارب من العدالة لأنه عليه ضبط وإحضار ومطلوب للعدالة بتهم وجرائم مرتكبة داخل نطاق الكويت وهو خارج الكويت ويدعي الأخ الرئيس أنه هو خرج من جنيف إلى لندن بغرض العلاج أنا أطلب من معالي وزير الخارجية إذا يقدر يستفسر من سفارتنا في لندن أو بريطانيا التأكد هل عبد الحميد دشتي موجود في لندن وهل طول هذه الفترة اللي هو يدعي وجوده هناك هل خرج منها ولا لا لأننا نحن نبين تأكد وهو موجود هناك ولا خرج وأعتقد أن الأمر سهل يبين معنا نحن مثل ما يقول الله عز وجل إذا جاءكم فاسق وبنبأ فتبين ونحن نبين تبين ونتأكد هل هو موجود للعلاج في لندن أطل الميكروفون نبين تأكد إذا خرج من لندن وذهب سوريا حسب المؤتمرات اللي هو قاعد يصرح فيها وحسب الإعلامة يدعي أنه هو في سوريا ويقيم المؤتمرات هناك وإحنا يتينا رسائل بأنه هو مسافر خارج الكويت بغرض العلاج أنا أشك في ذلك لذلك نبي من معالي وزير الخارجية التأكد هل عبد الحميد دشتي موجود في لندن وهل خرج منها طول هذه الفترة ولا لا شكرا أخي الرئيس ترجمة نانسي قنقر